اشتركوا في القناة سيستقبل من خلال الويداد نتيجة التعادل تكفي الويداد للبقاء إن شاء الله في صدارة المجموعة سوف نتحدث بالتفصيل على هذا اللقاء أيضا سوف نعطيكم تقييم اللعبين مركز بمركز وكيف تمكن الويداد من العودة في الشوط التالي في مسابقة كأس العرش المغرب الفاسي أيضا يحول تأخراه في الشوط الأول بهدفل السفر لانتصار كبير بكلتا الواحد على أولمبيك أسافي عن جدارة واستحقاق انتصار المغرب الفاسي يمكنه من التآهل لربع النهائي كأس العرش هدوما اللقاءات اللي قدينا ندروع اليوم في حلقة دي اليوم أنتم أيضا كما هو العادة شاركوا معنا في الأراءة ديلكم ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي قبل ما ندخل في التفاصيل إلا عزبتكم الحلقة ما تنسوا ش تدعمونا بلايك اشتركوا في القناة دينا وفعلوا زرس النبيات بجدائما نوصل لكم جديد أول بأول طبعا لك نكعش في كم وحتوى اللي نقدموه وعند ناس فعل فيسبوك والإنستجرام اللي بغايش تشارك فيهم هنخليكم اللينك في أول تعليق ندخلوه في التفاصيل إذن الويداد الرياضي يخطو خطوة مهمة للتأهل في صدارة المجموعة بعد انتصار مستحق خارج الميدان على حساب ساقرادا بهدفين لهدف واحد وكنا نعرفه قيمة التأهل في الصدارة يعني أول شيء بنسبة 99% يمكننا نقول على أن الويداد والراجاء سوف يزوف المركز الأول إلا دازو بجوجل والا ما غي تلقى في ربع النيائي أيضا المتأهلين في المركز الأول كي لعبوا مع إحدى التواني في ربع النيائي وأيضا عندك امتياز لتستقبل لقاء لإياب على أرضية الملعب ديالك ولكن هذا مجرد امتياز لأننا في النسختين السابقتين شفنا الأهلي المصري كي تأهلكتاني المجموعة ولكن في الآخر يتوج باللقاء ابتداء من ربع النيائي اللقاءات ستكون لقاءات مهمة لقاءات ممنوع فيها الخطأ ومن وجهة ربع الشخصية أي فريق تأهل ربع النيائي يعني على أن هذا الفريق قوي ومشي من السهل على أنك تتغلب عليه لقاءة اليوم شفنا على أن المدرب الرقراجي قام بالعديد من التغييرات في التشكيل يعني نظر الغياب جبران والحسوني وأعطى أيضا فرصة للعديد من اللاعبين يمكنني نقول على أن الرقراجي ده خطأ في التشكيل الويداد ضيع على راسه الشوق الأول يعني لا يعقل على أنك تعاني ضد ساقرادا الذي أعتبره شخصيا أضعف فريق في هذه المجموح الويداد في الشوق الأول عانى يعني في رتابة في اللاعب بطع في بناء الهجمة ما كانش واحد التناسق بين الخطوط وأهم شيء الويداد لعب بدون رأس حرباء يعني بدون عمق هجومي وتواجد مبينزا يعني أمر نفيش شك وكنا شفنا في الشوق الثاني لما دخل مبينزا انقلب اللقاء رأسا على العاقب الشيء اللي لحته على أن هناك العديد من اللاعبين في الويداد في بنك الاحتياط لما كيدخلوا ما كيقدموش الإضافة واليوم كانت عندهم فرصة ذهبية ولكن ما استغلوهاش وضيعوها يعني اللاعب حيمود في الشوق الأول لم يقدم الإضافة أيضا اللاعب بنيشو اللي تقريبا كان مختفي نفس الشيء ينطبق على مؤيد ألافي اللي من وجهة نظري الشخصية كنشوفوه كيكون أفضل لما كيدخل كلاعب احتياطي وشفناه في العديد من اللقاءات السابقة كيدخل احتياطي وكيقدم الإضافة وهذا مشكل سيعاني منه الويداد فيما هو قادم من اللقاءات لأن الرزنامه ستكون ممتلئة الويداد قد تنتظروا اللقاءات مهمة محليا إفراقيا على البطولة كأس العرش وكذلك دوري أبطال إفراقية لابتداء من ربع نيائي سيكونوا لقاءات مصارية ولما كاش عندك بنحتياط قوي هذه المسألة صراحة ستشكل عائق أمام الويداد لأنه ما كان عارفون شنو كيوقع كيكونوا يعني إصابات كيكونوا غيابات كيكونوا العديد من الأشياء ما كتكونش في الحسبان انتمنى انتمنى على أن المدرب الرقلاقي يشتغل على هذه المسألة لأننا صراحة شفنا واحد ضعف كبير في بنك الاحتياط الشوت الأول الويداد كان خارج التغطية أعطى فرصة أجراضة لتحكم في إيقاع اللعب وخلق فرص ومتاعب كثيرة لفريق الويداد وبدأوا المشاكل منذ الدقائق الأولى يعني تغنوتيت قريبا فربعة وخمسة ديال الدقائق الأولى كان غيدر واحد الخطأ كاريتي يعني تقل بزاف خلي عنده الكورة وضغط عليه المهاجم واخداله الكورة وكان غير يسجل هذا غير معقول لأن حارس يعني الرسمي فريق الويداد يدير هذه الأخطاء البدائية يعني شيء غير معقول يعني شفنا في اللقاء السابق ضد الزمالك تغنوتيت بدأ يرجع تيقى دياله واليوم لو أنه تسجل عليه هذا الهدف كان غير يدخله مرة أخرى في مرحلة لديه الشكل يعني الويداد نتيجة التراجع ونتيجة التشكيل الخاطئ في السوق الأول أعطى فورسة أقراضة ليسجل هدف السوق الأول صراحة يمكنني نقول على أنه لم يكن جيد لفرق الويداد السوق الثاني المدرب الرقراقي قام بتصحيح الأمور تغييرات يعني ما يحسب لي الرقراقي لأن التغييرات دياله كانت فوقتها دخول مبينزا يعني الويداد في السوق الثاني سيطر على اللقاء بالطول وفي العرض وكان بإمكان الويداد في السوق الثاني على الأقل يسجل ربعة ولخمسة ديال الأهداف يعني دخول مبينزا لدائما كيدير عملية الضغط العالي دائما كيوقف مزيان في الصندوق وأيضا اللعب تسومه لإعطاء وحد الكتافة هجومية والويداد في اللقاء اليوم كان مطالب بالانتصار باش ميحط شراصه في واحد الموقف صعب في اللقاء الثالث الآن كيفما قلت نتيجة استعادل ضد بيترو أتليتيكو كتضمن الويداد البقاء في صدارة المجموعة المترجي صراحة اللي دهار مستوى جيد تمكن من تعديل النتيجة في وقت متالي وأيضا ما يحسب لي فريق الويداد على أنه بالرغم على أنه بقات خمسة ولا ستاديا دقائق ما فقدش الآمل كمل الضغط وكمل السيطرة دياله وتم تتويجوها بهدف عن طريق اللاعب تسوم من وجهة نظري الشخصية إلا سواء دينيش كنوا ونجم اللقاء الأول غادي نقول لك اللاعب من بينزا واللعب تسوم للدخول ديالهم خلي الويداد يظهر واحد الشكل المختلف ندوزوا لتقييم اللاعبين انطلاقا من وجهة نظري الشخصية نبدأوا بحراسة المرمى تاقنا وتي تاقنا وتي غنعطيه خمسة على عشرة يعني ما جاوش عليه فرص كثيرة والكورة تقريبا اللي كانت خطيرة تماركات وما كانتش عنده ردة فعل وأيضا دالواحد الخطأ في الشوط الأول كاد يكلفوا هذا العملوود ما كانش عنده واحد الدور مؤتيل هجوميا غنعطيه ستة على عشرة عطيط الله أيضا غنعطيه ستة على عشرة داري غنعطيه سبعة على عشرة لأنه دالواحد تدخل على طريقة سيرجيو راموس ما كيدروه إلا المدافعين أنكبار يعني لما تأخذ كورة من المهاجم كلين طاكل يعني بدون ما ترتاكب أي خاطع داري يستحق الإشادة والتقدير وكيد تعتبر من أفضل المدافعين في البطولة رحيم غنعطيه ستة على عشرة وسط الميدان داودي نعطيه ستة حيمود نعطيه خمسة الجعدي نعطيه ستة لا في خمسة على عشرة بنيشو خمسة على عشرة والمترجي نعطيه تمانية على عشرة نقول لك تومو ومبينزا هنعطيهم شخصيا تسعود على عشرة لأن الدخول ديالهم قلب اللقاء رأسا على عاقب والدخول ديالهم أعطى واحد الكتافة هجومية فيما يخص المدرب الرقاقي يمكنني نقول على أنه تدارك الأمور في اللقاء اليوم في الشوط الثاني وغنعطيه ثمانية على عشرة هذو ما تقييمات ديالي خليوا لي الأراء ديالكم في التعليقات ندوزوا لللقاء الثاني اللي غن تحطيه عليه في حلقة اليوم المغرب الفاسي يعني بحكم على أن اللقاء ينتعبوه في نفس الوقت حاولت على أنني يشوف هنا شوية وهنا شوية ومن الصعب على أنك تحلل اللقاء وانت مشتيش تسعين في المئة المغرب الفاسي يعني بالرغم لأنه استقبل هدف الشوط الأول ولكن ما يحسب للفريق على أنه عاد في الشوط الثاني وسيطر على اللقاء بالطور وبالعرض وتمكن من تسجيل ثلاثة ديال الأهداف ليتأهل لربور النياي المغرب الفاسي رفقة المدرب دياله التونسي صراحة يسير في الطريق الصحيح وكنا شفنا على أنه تعتبر من أقوى الفرق دفاعيا في البطولة المغربية ويستمر نفس الأمر أيضا في البطولة سكاس العرش المغرب الفاسي لاحظنا على أن من اللقاء اللقاء فريق عنده الفكر فريق عنده تطور في المستوى دياله وأيضا الشيء اللي بدنا نلاحظه لأن الجانب الهجومي بدأ أن يتطور انتصار خارج الميدان على الجيش الملكي بجوج الواحد وفي اللقاء اليوم اللعبين تمكنهم تسجيل ثلاثة دياله الأهداف المغرب الفاسي ما سرقش انتصار دياله ولكن كان تأهل عن جدارة واستحقاق المغرب الفاسي في الدور القادم سيواجه خارج الميدان يوسف فرشيد لتمكن أيضا من تحقيق انتصار على شباب رياضي السوال يعني منطادة خارج الميدان والمغرب الفاسي أيضا تمكن من العودة في الشوط التاني بكلاتة الواحد ألف مبروك للجماهير الودادية وجماهير المغرب الفاسي خليولي الأراءة ديالكم في التعليقات فيما يخص الحلقة دياليوم إذا لم تحددت على شي نقطة نذكروها ونطنق شو بين انتكما هو العادة بشكل ودي إذا عجبتكم الحلقة دعمونا بلايك وشتركوا في القناة بالدائم منصلكم جديد أول بأول كان معكم اللي دابي خلاتكم رفين سلام و لايك